سلطانة سلطانة انا رح ااكل بالحديقة الخاصة صحة وهنا فريال فريال مولات السلطانة امتى رح توقفي هالتصرفات هويام؟ ما بكفي الشي اللي عيشتني يا؟ ما عندي مشكلة معك ابنوبيع سلطانة وهالحرب انت اللي بلشتيا انت تجاوزتي حدودك لا تنسي انه اللي قدامك واحدة من السلالة والحرب معي يعني عم تحارب السلالة كلها عم تفهمي هويام؟ والله انا ما ساويت شي غلط انا بس ورجيتك الوش الحقيقي لزوجك المحترم ابراهيم بس حضرتك حابة انتقمي مني لانك موجوعة وكمان عم تدوري على كبش فيده لحتى تعفي عن زوجك الباشا ما حدا ايلو دخل ابنوبي بعلاقتي مع ابراهيم وخاصة انت ما الك اي حق تدخلي بيناتنا ما لك دخل اصلا ليش بشو انا ادخلت؟ ولشو لك انجبتيلي فريال عالحرملك؟ فريال ما الا زنب ابنوبيع سلطانة ومعلومك انه الباشا هوي اللي غلط بهالشي ومدام هو ما توجه له اي اتهام ففريال بريئة وانت اللي بتقرر هالشي؟ لا اكيد مو انا اللي بقرر يا سلطانة رح نستنى رجعت مولاي السلطان ووقتا هو اللي رح يقرر هالشي ويساوي اللازم انت مفكرة انه رح اسمحله لفريال اتبال قاعدة هون؟ مو قادرة تتحملي تشوفيها يا سلطانة؟ ومشان هيك حاولتي تقتليها؟ ولا لانه كل ما شفتية لهالمرأة عم تتذكري خيانة الباشا؟ خايفة انه يرجع له؟ شكله كان مبسوط معه وكانه مواسي حاله وهو موجود معه اصحكت من دي ايدك انا عم حذرك انا ماني جارية قدامك لتضربيني هدي كل ايام صارت ماضي وانتحت انا مو جارية الوضع كتير تغير يا سلطانة ومن زماني امعد تنسي هالشي يلا يلا روح روح ترجعوا لبعضهم لما تنتهي الحملة ويرجع على العاصمة رح يستمروا بحياتهم وكأنه ما صار شي اللي صار وقع عراسك وعراس المولود ليش جبتيني لهون يا سلطانة؟ شو بدك مني بالضبط؟ مشان اضغيزيها للسلطانة خديجة؟ ولا كون موجودة دائما بوشة؟ مضبوط كلامك كلهم اتآمروا ضدي مشان يزعجوني ومشان هيك لازم هلا انا وياكي نتفق نسيتي انه حضرتك اللي رميتيني قدام السلطانة خديجة؟ وقتها كنت مجبورة انت بتعرفي مشاكلي مع إبراهيم باشا وكل شي حاول يعمله بس انا ما عملت مثله وطركتك للموت يا فريال يا ريت قدرت انه خلصك قبل من بين ايديهم هلا انت عايشة وهذا هو المهم رح انت قملك بس وسقف فيني سامحين يا سلطانة بس انا مستحيل اثق فيك مرة تانية ايا واحدة محلك رح تحس بي نفس الشي لا تقسي على حالك مع الوقت اكيد رح تنسي ما بظن يا سلطانة أجايمة بنتس فريال انتي لازم تنتقمي سلطانة اجت عفيفة خانه وجايب الأغوات معه على الأغلب جايين مشان فريال فوتي للجوا خليها تدخل سلطانة اذا جاي مشان تغذف ريال لا تحاولي ابدا السلطانة خديجة طلبت مني هشي وقالتلي بتروحي بتجيبي فريال لعندي فورا عفيفة خانه متطلعين مني حواليكي شايفي فريال موجودة هون سلطانة حضرتك عم تمنعيني اني قوم بوظيفتي لو سمحتي سلطانة سلميني فريال وقالها رح اضطر اني استخدم القوة لطلعها من عندك سموه الامير سلطانة حيلا تظل فريال هون يا سلطانة انا ما بسمح بهالشي انا ما فيني خالف سموك بسلمكن فريال امتى ما بتكن بس قبل حابة اعرف بشو حضرتكن رح تتهموه سألت عفيفة خانم عن هالشي بس هي ما جاوبتني مو مضطرين انو نشرح لك شي يا هويام طالما ما عم تقدروا تقولوا شو الموضوع بقول انا فريال زنت يا امير وتعتبر مزنبة وبهالحالة خلينا نقدمها لفريال للقاضي وهو يحاكمها خلي القاضي هو اللي يقرر وبيتطبق عليها قانون الدولة وبتاخد اللي بتستحقه وطبعا بهيك حالة لازم يتحاكم معه كمان إبراهيم باشا انتي يا هويام اكيد جناتي قاضي شو قانون شو اللي عم تحكي عنه هاد الوزير العظم جناب الامير سلطانة معها انتي مالك طرف بالمشكلة لتتدخلي هالجريمة بدكن تتكتموا عليها يعني برأيكن هذا هو القرار الصح لا تدخلي بأمور مالك علاقة فيها بنوم انتي ما دخلك بهالقصة رح أطلب من شيخ الإسلام يقدملي فتوى بالشي اللي صار وهو رح يرشدنا على الحل او عكت عملية ما حدا فيه يمنعني بدي احكي عن جريمة الزنا اللي ارتكب زوجك الباشا وخلي الكل يعرف انتي عم تهديدين ياهويا وفضل اقول اني عم حاول اتفق معكم بالنهاية القرار لكم يا كل اسطنبول رح تسمع بهذا الموضوع او فينا نستنى لحتى يرجع مولاي السلطان بجناب الامير بعدي عني احسن لك انا هون الايد اليمين للسلطانة هويام واللي بيلمسني بيحترق كوسر سلطانة يلا لشوف اعتزري من عفيفة خانه سلطانة بس انا باعتزر منك عفيفة خانه اذا بسمع مرة تانية انه عم تقلي اللي معها ادب وقتا انا اللي رح عقبك فهمتي مو هل حرملك له قواعد ولازم تتطبق وبما انه في ريال بيخدمتي ما بيصير يغدوه مني ومن دون سبب بظن اذا مصرين بيقدروا يلاقوا سبب يا سلطانة في ريال هلأ صارت تحت حمايتي ما رح اسمح انه يصير فيها مثل ما صار بيناديا هويام سلطانة في ريال رح تضل بالأسر ومولاي السلطان بيقرر مصيره رح اسمح لتضل ليرجع مولاي من الحملة وهذا القرار الصح يا سلطانة وبس يرجع جلالة السلطان في ريال رح تطلع من هالأسر وانتي رح تكوني معه رح فرجيكي عقوبة انه تهددي واحدة من السلالة عاففة خانم فضل يا سلطانة لا تخليني شوفة لفريال قدامي بنوب قوعيك تطلع بطريقي او تلمح عيني يا حبيب قلبي وين مريم فيروزة؟ طلعت مع الأمير محمد على الحديقة سلطانة بتحبي روح ناديلون؟ لا خليهم بغيروا جو وانتي طلعي اذا بدك انا بعدين بروح سلطانة سلطانتي البشارة يا مولاتي السلطانة مولاي السلطان بعتلك رسالة لحضرتك اسما تركوني دحالي فيكم تروحوا انت فرحة قلبي وفرحة رمحي وعشق في هذه الدنيا الكبيرة انت اجمل جوهرة رأيتها في حياتي الشمس لا تشرق ابدا بدونك والبحر لا حياة فيه يا ليت امواجه تحملك وتأتي بك الى هنا يا خليلة روحي سمبول سمبول وينك سمبول سمبول وينك امريني مولاة السلطانة هذا المكتوب ما نو مبعوط لقلي خدعونا سمبول لانه البنت لساتة هون مو معقول هالحكي مظن انه مولاي السلطان لهلأ خبر نادية ما وصله ومشان هيك بعطلك هالرسالة هي هنن ماحيين الاسم لو كانت نادية مستحيل يمحو ربي يسر ولا تعسر شو هالنصيبية اللي طلعي الواضح انه نتقصدوا يلعبوا علينا وخلونا نسدم فهمني مي ممكن تكون سلطانة اذا فرضنا هذا الشي ليش لحتى يبعتوا هذا المكتوب لحضرتك ليش بعتوا عم يحاولوا انه نقهروني يا سمبول سلطانة سلطانة انا وين بدك تروحي سلطانة الله يخليك يستني يا سلطانة محصر شوي وين السلطانة خديجة؟ هي بجناحها؟ لا يا سلطانة هي راحت على جناح الأمير محمد أنت جوهرة الغالية التي تضيء حياتي وتنير دربي سلطانة أخيراً اجيتي كنت عم انترك شو اللي عم بصير فيني افهم؟ معقول تزوره رسائل باسم مولاي السلطان؟ شلون بدنا نزوره؟ معقول ما شفتي خطمه لمولاي بالرسالة بس انت مشكلتك انك ما بتشوفي لازم تفتحي عيونك هويام لأنه كل شي واضح المكتوب اللي بعته مولى إليك سلطانة لوحدة تانية مولاي في بقلبه مرة جديدة هلا مو صحيح ابنه مستحيل هالشي وبكرة بتشوفي شو بدنا نشوفي؟ ياهويام مولاي من حقه انه يحب واحدة حلوة غيرك وتكون صغيرة بالعمر روحي على غرفتك وتطلعي بوشك من يحب المرأة العمر إلو حقه سلطانة مو سهل انه تتقبلي الموضوع الحياة عم تمر بسرعة مو هيك هويام كل شي عاشته ناهي الثوران هلأ إجا دورك لحتى تعيشي وبظن كل الموجودين حواليك مستحيل يقدروا يوقفوا بوشها العشان قد ما حاولتي حيكون على الفاضي السلطان مستحيل يدرك هالبنت بنو لأنه قدرت انه تسرق له قلب Continue ياAH المترجم للقناة مولاي من حقه انه يحب واحدة حلوة غيرك وتكون صغيرة بالعمر روحي على غرفتك وتطلعي بوشك منيح بالامرأي العمرأي له حقه سلطانة مو سهل انه تتقبل الموضوع الحياة عم تمر بساعة مو هيكو يا سلطانة اللي اللي شوف سنبل عرفته هالمخلوقة مين هي؟ مع الاسف يا سلطانة ما قدرنا نعرف مين بتكون بظن هاي البنت مالا موجودة بالحرملك كيف؟ وين بدا تروح يعني؟ والله وينا ما بعرف بس فيه اكتر من مكان القصر القديم وقصور الصيد وغيرون كتير الله اعلم وين بتكون مخباي سنبل دوروا بكل مكان قد هناكو نفتحوون منيح إلا ما تسمعوا شيء أو تصلوا لحدا بيعرفاه متل ما بتأمر يا سلطانة؟ سيد فريال مريني يا سلطانة برأيك انو كوسر بدا تورطني ما هيك؟ حضرتكن اكيد بتعرفوه لكوسر اكتر مني يا سلطانة بس انا واثقة من انو ما رح تسمحي لتضرك اكتر من هيك انا رح استشيرك على طول طبعا لانو انتي زكية كتير يا فريال سلطانة وينك انتي يا فيروزا؟ بالحديقة الخاصة سلطانة كوسر دورت عليك ما شفتيا؟ ابدا ليش في شي سلطانة؟ ما في شي مهم جي هانجير مو مرتاح وعم يبكي طول الوقت روح يشوفي تعي فريال سلطانة انا هلق جاية من عند كوسر قولي شو عاملي هالمرة؟ وقت بعتيها تجيبها لفيروزا امرت السلطانة بانو اني حبسوها قال لانو مرت من جنب السلطانة وما نحنت ومشان هالشي عصبت السلطانة وحططها بالزنزانة وقالولي انه مقللي من احترام السلطانة لك كيف بتتجرق وبتساوي هيك شي؟ وبهالحالة رح اضرب عصفورين بحشر بشو عم تفكري يا سلطانة؟ السلطانة خديجة لازم انه نخلص منها سلطانة دورنا بالحرملك وبكل القصور اللي حوالينا بس ما قدرنا نلاقيها ولا اثر ما بعرف اذا كانت من الانس ولا من الجن يعني بلعتها الارض اكيد لسا تا متخبية هون ما بتوقع طلعت من الحرملك بنوب لسا تا موجودة هون يا سمبل لازم نلاقيها باسرع وقت سلطانة عيوننا وقدانينا رح تظل مفتوحة اكيد رح تظهر بشي محل انتي لا تكلهم وفي موضوع تاني يا سلطانة ها حضرتك وكلتيا للست فريال بمهمة وانا مستغرب كتير كيف بتوسقي فيا بعد كل شي ساوتوا معنا يا سلطانة ومين قالك انه انا واثقة فيا لفريال بس انا هلأ بحاجة لإله وهي بحاجتي مو شايف عيونها عم بيشعلوا بنار الانتقام يا سمبل طيب وبلكي حاولت تنتقم منك كمان وقت بكل بساطة يا سمبل الشي اللي ما كملتوا السلطانة خديجة من كمله نحن اشتركوا في القناة مو شايفة